والله يش بش نقول لك معانتا توال ايران معانتا كما قال ابو البابا معانتا انا مع الردع من البارح حكينا يلزم يلزم يضعو حد للمحتوه هذية واللي يحب يهز العالم الحرب عالمية ثالثة اما رو يلزم نعفو اللي نتانياهو مش هو اللي يحكم معانتا هو الذراع الولايات المتحدة الامريكية معانتا الالدسيجون فنال عند الامريكان القرار النهائي عند الامريكان كلام بو البابا انا موافقه ايران متحركة لما عندها ضمانات من عند الغريم الاخر اللي عامل لي كليب ارتوه في العالم اللي شنين عليه حرب زادة في اوكرانيا معانتا هذية توازنات يظلي واضحة منزيدوش به انا شو نقول نقول اليرانيين كانت عندهم مصدقية البارح قالوا تسعين في المئة من الصواريخ انتاعنا وصلوا الاهدافهم لما دي كاملول كذبوا قالوا لكلهم في مناطق مفتوحة وكلهم منع جدر اليوم الاسرائيليين بدأوا يستعرفوا قالوا ثلاثة منشآت عسكرية قاعدة جاوية اسنسيالما ويظلي اناكس متاع المساد ولا حاجة اكاية السؤال توليات رح نفسه خطر الكيان مش مستنسي يستعرف بالخسائر متاعو استعرف بالخسائر هذو ما بشي برر دوليا اجتياح لبنان ولا هذي المعادلة هو ما توا هكتشوف الاخبار الامريكان مازالوا مغدوش الدسيزيون مش يعطيهم القرار مازال ماجاش اسك بشي يجتاحوا هكتش يعملوا في عملية بررية اهما كيفاش يقولوا محدودة شوف الكونس شوف الردع الايراني كيفاش هز معنويات المقاومة كسوسوى في فلسطين ولا في جنوب وكما قال سيد عميد اعطاء الوقت للمقامة لإعادة تنظيم الصفوف وتنظيم القيادات هما بشي يتنظم شوف شوف اسمعني شوفت توبو الباب حكي على الرئيس الايراني قل لك جديد ما عندوش به اما راو الدولة العميقة ما تخليش روح راو رئيس انتي وهوه معنتها مديري مش مديري الديسيزيون مش عنده هو عند المرشد وحزب الله معنتها حزب الله عنده ولاية الفقية شمدخله رئيس ايراني في الحكاية ذي ما بان فانش مدخله معنتها مش مدخله اما كما رئيس امريكا ما يبدلش السياسة الخارجية تاع امريكا وافحين جيش رئيس امريكا مثلا قال اسرائيل اذي دولة امريكا وينجم كل حقوق ما ينجمش حتى لهو من من به اكزاكت واضح انا حب نقول بعد القصف الصاروخي تاع البارح برش حاجات قاعدة تستعجل اولا نشوفه اليوم اللي رئيس ايراني في قطر وذي يبين اللي فما مساعي لوجود حل دبلوماسي ولا سياسي لهذا الوضع وذي كنشوفه احنا اللي من غدوة من الضربة رئيس ايراني يمشي لقطر معناها الهناق قاعدين نشوفه كيفاش بش لملمو هالمو هالموضوع هذاي وديما اكثر واحد واول واحد يكون في القتل الاولي للمفاوضات ديما نلقاو قطر في الموضوع هذي وذيك عليش حتى كل مفاوضات لإيقاف لطلق النار وذيك عليش قلنا قلنا راهو الضربة تعالي بارح مش تعجل في نهاية الحرب في غزة في جنوب لوملين هذي الحاجة الاولى الحاجة الثانية ديما هو القرار تعال الضربة ديما عند المرشد اما بعد اقتراحات من مجلس الامن الايراني هنا هو مجلس الامن التأم البارح وقدموا الاقتراحات والمرشد دي هو دي قرر الحاجة الثانية استعمال القوات الخاصة هي اشنوها اشنوه اللي صار استعمال القوات الخاصة دي هي خاصة لذربات نوعية للتمهيد للاجتياح البري اما مع الاسف العملية الخاصة دي حابوا يعملوها للتمهيد للاجتياح فشلت فشلت وهذا يبين اللي لهناه في مفهمة مأزق معناها اللي لهناه قاعد يشنوه نشوفه نشوفه اللي فما تسرع احداث البارح كان على التبعات الاقتصادية البارح الترقيم السيادي التصنيف السيادي هبط من في نهار معناها قاعد ينشوفه في نهار شنوه اللي صار التصنيف السيادي زيارة رئيس ايران رغم اللي هو المبادر بالقصف يمشي لقطر معناها هناك قاعد ينشوفه حتى حتى العلام البارح نشوفه فيه في امريكا وحتى في اللي عملهم الكل حاولوا يقلوا من اهمية الضربة وتبسيطها كضرب والهنية ضرب وغادي اما اللي قاعدين نشوفه فيه التحركات اللي قاعد سايرة الكل من بعد تبين اللي هي كان ضربة ناجحة واللي هي مش تعجل في عديد القرارات اللي ممكن توصلنا الى نهاية هذا الحرب في غزة بول بيبة بالنسبة لهيئة البث العبرية تقول حسب مسؤولين في اسرائيل الرد سيكون فرديا لكن بتنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية لحديث على منشآت نفطية مواقع استراتيجية وبنك اهداف سيمثل رد اسرائيل القوي على ايران هكا قال نتنيه هو المؤكد ان اسرائيل ستحاول الرد على الهجوم الايراني هذا مؤكد ستقوم بذلك ولن تستطيع القيام بذلك دون مساعدة امريكية من سابع المستحيلات هي قصفت اليمن بمساعدة امريكية واعترفوا بذلك لهنا الرسالة واضحة مثلا تفاعل مع سيمو عز كيبطل يقول الرئيس الايراني سافر الى قطر قطر نعرفوها تلعب دون الوسيط مقربة جدا من الولايات المتحدة الامريكية باي تقود مفاوضات الوساطة نفس الشي هنا اذا كان الولايات المتحدة الامريكية تتورط في تدخل مباشر ضد ايران معناها بش تكون هناك حرب مفتوحة الحرب المفتوحة هذه لا تسعى لها ايران ولا تسعى لها الولايات المتحدة كذلك مش كون واضحين اليوم دائما هي القرارات تبنى بناء على الميدان اليوم مثلا الجيش الصهيوني تعرض الى انتكاسة لم تحصل له حتى في حرب تموز الانتكاسة اليوم لما يشوف ان الانفاق اللي بناء حزب الله تجاوزت نهر الايطاني جنوب الايطاني اللي ما كانش موجود يقبل الحرب 2006 ويعني فرقة الرضوان وفرقة العباس اللي هي القوات الخاصة بتاع حزب الله استطاعت التصدي القوات الخاصة الصهيونية واثخنت فيها اوقعت فيها عشرات القتلى وجرحة معناها لهنا ان التقدم بعض امتار من القوات الصهيونية في جنوب لبنان شوفوا النتيجة بتاعه ماذا كانت بالتالي اذا كان حزب الله اللي هو درة التاج الايراني ويقصف بلا هودة وايران ستتعرض الى هجوم اسرائيلي اكثر من مئتين صاروخ اليوم من حزب الله في شمال اسرائيل اذا هجوم اسرائيلي امريكي بالتالي هذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة الامريكية ان تدخل ان تدخل هي نفسها في معركة وهذه تكون طبيعة الرسائل هنا شنور الرسائل باش تكون الرد الايراني كيف اش باجي اكون الرد الايراني في امريكا ستشتعل منطقة ستشتعل منطقة وستكون وهنا رد اسرائيلي قاد أكيد جدا لا لا مصالح الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة ستكون مهددة تهديد مباشر وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الامريكية اليوم لان لها ملفات كبيرة وتعيش في فترة انتخابية الولايات المتحدة الامريكية بالتالي هي ستسعى الى رد يمكن ان تفرض على اسرائيل عدم الرد اليوم لا رد محدود رد محدود جدا سيد العميد انا النقطة احكى فيها سليم نحب نفهمها بالتفصيل ما يحصل اليوم في جنوب لبنان اذا كيفاش نوصفوها عسكريا هو بداية توغل بداية اجتياح هو اه اشنوا بالضبط شوف سماحة اشنقرأوا الامور علمية اي اي انا اقسم بالله اني تمنيت دخول الصهاينة للفخ في جنوب لبنان لماذا لانه جنوب لبنان جبال وغبات وكهوف ومتمرسون على القتال منذ الفين وستة تمنيتها لسبب بسيط لان المرة هذه الهزيمة النقراء التي ستلقها وسترون انهم سيسقطون كالذباب الهزيمة التي ستلقونها في جنوب لبنان هي التي ستذهب برأس نتنياهو وهي التي تسقط اليمين المضطرف هي التي ستقلب المعادلة كلها لانه اليوم بعد سنة كاملة والحالة معناها شفتها في غزة لم يتمكنوا من تحقيق معناها اي هدف عسكري ويجيوا توا وهذا اليوم الاول والامطار الاولى وشفتوا تسعة وثلاثين سقطوا في وقت واحد هذا اليوم الاول الاشتياح سلا انا قل لك شبش يسير تو اراهو بشيكلوا اينا راك ليه بالفرنسية اراهو بشي شو سيذوقون الامرين لانا نتكلموا على اسلحة نعرفها الكورنيت ما هوش اليسين مية وخمسة الكورنيت راو اربعة خمسة كيلومترات ولا يخطئ وهو سلاح مدمر نتكلموا على كاتيوشة على تجمعات الجنود عندهم الهاول عندهم الاسلحة الكل وزيد من فوق هم موجودون في وضعية دفاعية يعني مطمورين مغطين وسيلغمون كل الطرقات سيلغمون كل مباني الفارغة يعني رام دخلين في عش دبابير افهموها انا اتمنى دخولهم ونتمنى هم يتعمقوا خليني نشوفوا نهاية اسرائيل في جنوب البنان وسترون ان هذا هو تحليل عسكري راموشوا رامو عن تريات ليلة هذا هو القراءة الصحيحة كنت خايف شوية من السلم القيادي رجع السلم القيادي انتهى المضوع ودخلوا الفخ بارجولهم ولن يخرجوا منه على كل حال هو توفما تقاسم ادوار ما بين حزب الله هو ايران اللي هو العادي راي ماشي في سياسة ايران في المنطقة كان الردع والتوازنات راي مهم يسر انا منتصواش اسرائيل بتبدأ ماكلة راحة في جنوب لبناني خلت كما قال سيد العميد رام ناس متمرسين وغزة ساهلة تسمى واللي هم ماكلين فيها تريحة رايش بولات وقضوا على داعش في سوريا حزب الله وحاربه والفين وستة وناس متمرسين مقاتلين كوماندوص حاحبا الرد الايراني انا ديما نقرف السياسة اش قالت ايران؟ قالت اسرائيل تجاوب رانا بش نضرب البنية تحتية انتها اسرائيل تعش نضرب البنية تحتية مع انتها وفات سيولو بلون ايكوناميك اي وقالت عنا الاحداثيات الكل وعنا ما يمكننا من هذا نضرب الكياسات القناة اللابرات الضوء الماء كيما عملو هم الغزة ويظل الدول هذو ما روكي تكلموا مايفاد الكوشو ورحمة الله دونك هذي الردع سبا انا نتصور فما انيكي ليبر كيما قال ابو البابا ولا سيد العميد سيش كولي قال قال ما نتصورش بش امريكا بش تمشي في حرب اقليمية على خاطر لزنجو كبار شوي سماح اه بالله في خصوص الذكر العميد بعد ذلك سيش فضل 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 على صواريخ الكورنت صواريخ الكورنت هذي يام توقت الاستعمال حزب الله في الفين وستة كادت سوريا تتعرض الى المسائلة والى المحاسبة من روسيا لان وقتها روسيا طيب حزب الله اليوم واعترف بها حتى السيدة عزم وزر الله قال بعد حرب الفين وستة قال لم نكن متجاهزين لحرب مواجهة شاملة مع اسرائيل قال هذا علن طيب الان بنا قوة ضخمة جدا لما استعملوا صواريخ الكورنت معناها مخازن الجيش السوري فتحت لحزب الله لاستخدام صواريخ الكورنت ضد الدبابات الإسرائيلية وفيما يعرف بمجزرة المركافة وقتها محرقت المركافة شنو صار سماح وقتها وقتها روسيا عندها تعهد مع سوريا انها لا تبيع او لا تعطي ذلك السلاح الى اي طرف خارجي ولما سمع الروس بعد ذلك بان حزب الله يستعمل مثل هذه الصواريخ غضبوا في البداية غضبوا في البداية لانها سبقوا تعرفوا علاقات روسيا وقتها باسرائيل جيدة في الفين وستة نحكيه لكن لما سمعوا بفعالية الصواريخ الكورنت ضد الدبابات الإسرائيلية اهدى بوتين مجسما لصاروخ الكورنت مذهبا الى حسن نصر الله واضح شكرا ابو البابا سلم شكرا لكل من تبعنا ليلى شكرا معز الدكتور سيد العميد توفيق ديدي العزة لغزة والمجد والنصر لفلسطيني ارض الجبارين تضرر قواعد عسكرية في القصف الايراني اسرائيل تتحدث الهيئة البث العبري على ثمانية قتلة ونعرف ديما سيد العميد علمنا نظر بفتلة اذا اقتلنا نحكيه على القتلة والجرحة بالنسبة للكيان ويمكرون ويمكر الله والله خير